يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة مهمة ولحلقات هذا الاسبوع عندنا فيها فقرات عديدة جدا جدا متنوية على مختلف الأصعادة سواء الصعيد المحلي صعيد العالمي وقبل كل ده كل جديد يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي حنتطرق ليه ونتكلم عنه بتفاصيل كتير جدا وخصوصا أن النهاردة في مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لفرقتنا إن شاء الله قدام فريق بيترو جيت في نص نهائي كاس مصر للموسم الماضي وإن شاء الله بإذن الله في حالة التأهل للمباراة النهائية قبل الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري بإذن الله تعالى وهي أيضا مباراة مهمة عشان هي أولى مباريات سوارش المدير الفني البرتغالي الجديد للنادي الأهلي نتمنى له يا رب كل التوفيق وحيحتاج فترة وحيحتاج دعم وحيحتاج مساندة وحيحتاج حماية لأن دي جزئية مهمة جدا جدا وحنتكلم عنها في فقرة لاحقة من حلقة اليوم فبالتالي تبعونا على مدار فقرات الحلقة المختلفة دايما بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وسؤال بيتعلق بالمباراة طوقات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي قدام بترو جيت النهاردة المباراة اللي حتكون فيه تمام الساعة 9 ونص مساء بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولي طوقات حضراتكم للتشكيل والنتيجة أي هناخد تفاعلكم من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يواجه بترو جيت الليلة بنص نهائي كأس مصر بالتوفيق يا رب إن شاء الله وكمان الجماهير تترقب الظهور الأول لسوارش وجهازه المعاون إن شاء الله يكون ظهور مميز وأخيرا صلاح حديث العالم بعد التجديد فخرنا بكل تأكيد ماتشاط اليوم ماتش وحيد احنا دايما بنحاول نقول حالكم أهم وأبرز المشارط لكن بما إننا في فترة يعني توقف لأن ما فيش دوريات أوروبية وكله أجازات والناس اللي ماشية صح وماشية من غير موسم استثنائية احنا بس اللي بنمشي بالطريقة دي يا رب يكون ده آخر موسم استثنائي في الكرة المصرية لكن النهاردة ماتش وحيد في بطولة كاس مصر وهي مبراط الأهلي وبترو جيت الساعة 9 بالليل 9 أو 9 ونص يا جماعة عشان نأكد عن الناس 9 ماتش الساعة 9 بالزبط إن شاء الله بإذن الله تعالى كل توفيق للنادي الأهلي دي أهم مباراة النهاردة طيب عندي كلام كتير وتفاصيل مهمة بتخص الأهلي وبتخص مؤتمر الأمس كمان لسواريش والانتبعات الأولى من خلال الحضور ومن خلال بعض الإعلاميين وأيضا من خلال بعض لعبي النادي الأهلي تحديداً هقولها لحضراتكم بس خلال نروح لفاصل الأول بعد الفاصل نرجع نكمل استهدنا صلاح استيز يعني في الحقيقة الواحد فخور جداً جداً إن إحنا عندنا لعيب زي ده وإنبارح الحدث معداش كده يعني مش واحد جدد وخلاص والكصة خلصت وبتاع لا 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 ده كان ترند في العالم كله إن صلاح جدد مع ليفر بول بعد سلسلة من المفاوضات اللي استغرقت أكتر من 4-5-6 شهور كمان تفاوض ما بين ليفر بول وصلاح ووكيله رامي عباس بخصوص التجديد الخاص به لأن عقده يخلص آخر الموسم اللي حيبتدي فبالتالي كان نقل السنف عقده فبعد كده يبقى فيه حر يروح النادي اللي هو عايزه فمفاوضات كانت طويلة جداً وشقة جداً جداً من قبل إدارة ليفر بول لكن البداية إنبارح كانت إيه بقى لقينا إن رامي عباس نزل الدحكة بتاعته اللي هو يعني كأي نوع من أنواع الاستهزاء أو التقليل من مفاوضات ليفر بول مع محمد صلاح وكان نزلها قبل كده الدحكة اللي بينزلها الإيموجي اللي شوفنا ده فليفر بول الحساب الرسمي بتاعهم رح أن نزل الإيموجي اللي هو يعني خلاص بقى إحنا يعني تعبنا يعني اللي هو خلاص مش فاهم يعني التعليقات دي إيه لازمتها يعني أصدهم على تعليق رامي عباس اللي هو وكيل صلاح في نفس الوقت اللي جامي كاراجير أحد نجوم ليفر بول التاريخيين علق على تويتة رامي عباس وقال له يا عم إحنا بنحب بنحب اللعب بتاعك جداً ولو هو حيسيب الفريق في الصف اللي جايب نتمنى له كل التوفيق وحنقول له شكراً لكن في نفس الوقت التويتات اللي انت بتنزلها دي ما لهاش أي لازمة وإحنا فغينا عنها على مدار الـ 12 شهر اللي نقصين في عقده يعني يا صلاح قول حاجة ده كلام إيه جامي كاراجير وهو اتضح أن في الأخذ كل ده كان بالاتفاق ما بينهم يعني جامي كاراجير اللي هو أحد أهم اللعبين في تاريخ ليفر بول بعد كده حساب الرسم ليفر بول بصوا حرككم التسلسل والاهتمام بالشكل اللي يتم بالإعلان عن تجديد واحد من أبرز نجوم العالم اللي هو نجمينة المصري محمد صلاح راحوا منزلين فيديو لتيشرت ليفر بول على قدام كده حمام سباحة وفي منطقة الماء أعتقد أن دي اليونان يعني وبيقضي فيها صلاح أجسته في بعض الأوقات والراجل بياخد نفسه شوية قبل موسم جديد شاك يبتدي إن شاء الله نتمنى له في كل التوفيق فبالتالي رامي عباس وصلاح ودوا الناس كلها في حتة بالاشتراك مع ليفر بول وكان عبارة عن اتفاق يعني ما بينهم المهم الفيديو ده كان سبت ثواني بعد مباشرة لقينا إيه بقى لقينا صلاح بتيشرت ليفر بول وكان بقابل الصورة دي كمان نزل صورة كده من غير التيشرت وكان الكصة عادية ومفيش أي حاجة لكن بعد كي نزل إعلان رسمي به تجديد محمد صلاح في مفاجأة للجميع وتجديد تعقوده لمدة ثلاث سنوات مقبلة مع فريق ليفر بول أنا بس اللي يهمني في الكلام ده كله يهمني إيه؟ يهمني إن إحنا عندنا لعيب مصري وهو في أجسته سافر له سافر له اتنين من مسؤولي ليفر بول وفيه صورة يا جماعة مسؤولين ليفر بول مع محمد صلاح لو موجودة معكم تبقى حلو قوي سافر له اتنين من مسؤولي ليفر بول أيوة هي دي علشان راحوله أجسته علشان يخلصوا معاه العقد ويمدي ويخلصوا كل حاجة ما استنوش إن صلاح يخلص أجسته والراجل بقى لما يبقى يجي إن شاء الله يرجع لإنجلترا قبل بداية الموسم وكلام من ده نبتدي نوقع العقود لا هم ما صدقوا إن إحنا وصلنا صيجة اتفاق صيجة اتفاق ونمدي بقى العقود مش هنستنى راحوا واخدين الطيارة اللي اتنين مسافرين هم اللي اتنين اللي وقفين ورامي عباس هو اللي قاعد راحوا له حتى صلاح مش اللابس حاجة في رجل والراجل بيقضي أجسته وبتاعه بيستمتع بالأجازة بتاعته فبص قيمة صلاح إن الناس مسافر له ووكيله مسافر له في المكان اللي بيقضي فيه أجسته عشان يمدي العقود والدنيا تخلص والأمور تحسن بشكل نهائي فدي حاجة لازم إحنا نفتخر بيها لازم إحنا نكون مبسوطين بيها إن إحنا عندنا لعيب بالقيمة دي والقامة دي والعالم كله بيتكلم عنه لمجرد إنه جدد تعاقده مع الفريق بتاعه وفريق ليفر بول ويجد نظر بيشوف ده أنسب قرار لمحمد صلاح الراجل حق أرقام كياسية كتيرة جدا جدا ويقدر إنه هو يكسر أرقام أخرى من خلال استمراره في دورة الإنجليزية ومن خلال استمراره بالتحديد مع ليفر بول اللي هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ هذا النادي ودي الأرقام زي ما حرقكم شايفين راجل جام يا ستة وخمسين جون وثلاثة وستين أسستو وحاجة يعني ما شاء الله لك هو تقلنا بالله عليه يعني في نفس الوقت عملوا هاشتاج لصلاح اللي حرقكم شايفينه ده صلاح ستيز صلاح باقي يعني واللي عايز أتكلم فيه بالتحديد هو مدة الاحتفال من خلال الحسابات الرسمية ليفر بول بخصوص تجديد محمد صلاح يعني الناس مبرح ابتدوا بالحاجات اللي احنا عرضناها لحضراتكم دي المدة استغرقت قد ايه احتفال بتجديد محمد صلاح 16 ساعة متتالية نشروا فيها 23 بوست لصلاح أنا بتكلم على عدد المنشورات المتتالية بخصوص تجديد محمد صلاح 23 بوست لصلاح كانوا على حساب ليفر بول على تويتر بس وخمس ساعات متتالية على انستجرام فيهم 16 بوست متتالي بالاعلان عن تجديد محمد صلاح ويعني الاحتفال بتجديد محمد صلاح غير الستوريز على انستجرام و19 ساعة متتالية بـ19 بوست متتالية على فيسبوك كل ده عشان صلاح جدد كل ده عشان لعيب مصري عندنا جدد مع فرقة كبيرة في انجلترا هي فرقة ليفر بول فشايفين حجم الاحتفال وحجم التقدير لمحمد صلاح وكم الفرحة اللي عنده جمهور ليفر بول وشكل كمان الاعلان كانت حاجة جميلة جدا جدا فبصراحة الواحد ده غير الكوفر بيج كمان اللي نزلوها لصلاح يعني على حساباته فالواحد فخور جدا انا ما كنتش اتخيل في يوم الايام اللي احنا يبقى عندنا لعيب بغض النظر بقى ان هو جاب بطولات قد كده مع ليفر بول وجاب اهداف قد كده مع ليفر بول لكن ان يتم الاحتفاء بتجديده فاقوى دوري في العالم مع احد اكبر الاندية في العالم فريق ليفر بول بالشكل ده فلازم نفتخر ونفرح بحاجة زي كده طيب ده فيما اتعلق صلاح نسامان لولو وارب كل التوفيق في مسيرته المجولة مع ليفر بول وان شاء الله يحقى ارقام اكبر واكبر واهم والقاب وكل حاجة يعني وهو يقدر على كده بكل تأكيد طيب تعالوا بقى نتكلم شوية على سوارش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي يوم برحك المؤتمر صحفي اللي تم الاعلان فيه بشكل رسمي عن تعاقد الاهلي مع المدير الفني البرتغالي الجديد للفريق الاول لكرة القدم وكالعادة تنظيم مميز من النادي الاهلي مؤتمر منظم الأمور ماشية بالشكل اللي متعودين عليه دايما من كلال النادي الاهلي وانا كنت من الناس الحريصة جدا ان انا احضر المؤتمر يعني من اوله وتابع تصريحات الراجل واشوفه وجه الواجه كده واشوفه تعبيراته واركشناته والكلام من ده والواحد ياخد انتباعاته الاولى فكنتباعات اولية عن الراجل اولا هو واحد ما بيهزرش ما بيتحكش رغم ان انا بشوف يعني التكشير كتير في بعض الاحيان ممكن بقى نتائجه مش اجابية قوي لكن ده واضح ان ده اسلوبه عنده الشخصية البرتغالية اللي بيتمتع بيها كل المدربين البرتغاليين اللي احنا شوفناهم او معظمهم عشان ما نكونش ببالغ اه منو الجوزي جوزي مورينو فيه ناس كتير فيه مدربين كتير جدا ببرتغاليين شخصيتهم كده فيه ريرة مدرب الزمالك بالمناسبة ورده شخصية قوية فالراجل عنده الشخصية دي جدي جدا في عمله اللي عجبني فيه مبارح كمان في كلامه في المؤتمر الصحفي ان هو اولا عارف بيقول ايه وفي نفس الوقت فيه بعض الكلمات والرسائل اللي عايز يوجهها للصحفين او الاعلامين الزملاء اللي كانوا قاعدين ولي كانوا ماليين المؤتمر مبارح وعايز يوجهها الجمهوري النادي الاهلي اللي كان بيتابع المؤتمر من خلال شاشة القناة النادي كان بيعلي فيها صوته بيعلي فيها النبرة بتاعته ليه انا هنا بعلي النبرة بتاعتي عشان عايز اوجه رسالة معينة احنا يا جماعة مش جايين نهزر احنا جايين بنشتغل احنا جايين عايزين ناخو بطولات وعندنا تلت بطولات محليه عايزين نكسبها من دلوقتي يعني هو الراجل بقى فيه مدربين يجوا يقولولك ايه لا انا اول بس مسم ده متسألونيش على بطولات انا جاي يا جماعة في نص المسم فمحدش يسألني على حاجة لا 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 ده واضح ان الراجل عارف كويس قوي هو جاي على ايه وعارف كويس قوي كم الضغوط اللي هتبقى ملقا عليه في فترته مع النادي الاهلي اللي نتمنى يا رب تكون فترة طويلة لانا من الناس اللي بشوف ان دايما لازم الاهلي يكون مدرب معاه مستقر اقل حاجة يقعد تلت اربع سنين ده اللي نفسي فيه بصراحة في النادي الاهلي لكن ظروف تبقى خارجة عن ارادة المسؤولين في النادي برحيل بعض المدربين يعني تمام لكن في نفس الوقت فيه تصريح مهمة اوي قالوا قال يا جماعة الضغوط في الاهلي كبير وانا عارف اوي ان حيتم انتقاضي وعارف اوي ان حيبقى فيه هجوم علي وعارف اوي كم الضغوط اللي هتبقى موجودة وانا مستعد لكل الكلام ده والمدرب اللي ماستحملش الضغوط ماينفعش يكون مدرب يعني مش عايزين نقول للمسلماني انه هو ماينفعش يكون مدرب مدرب كبير طبع مسلماني حقق معانا القاب وانجازات كبيرة جدا لكن هو كان ليه تصريح ان الضغوط في الاهلي صعب جدا وانا عجبني في الرجل ده انه هو عارف الضغوط دي بدري بدري وفاهم قد ايه قيمة الاهلي وفاهم قد ايه يعني طموح جمهور الاهلي وشغفه الدائم بالفوز بالالقاب مش بس كده جمهور الاهلي عايز اداء وديه النقطة اللي تطرق ليه في المؤتمر مبارح جمهور الاهلي على مدار فترات مسلماني مثلا كنا بنكسب وكنا بنكسب مثلا زماني خمسة تلاتة وبنكسب الهلال السعودي اربعة سفر بطل دوري السعودي وبنكسب بيرمين ستة تلاتة سفر وبنكسب اسماعيل اربعة سفر ونتائج قد كده كبيرة وكان قليل اولا ما نشوف الاهلي نتيجة واداء كان قليل مع مسلماني لكن الاهداف كان بتتحقق بالفوز بالالقاب ممكن بطولة اتنين تلاتة وقعوا منك لكن الاغلب انت كنت بتكسبه حلو حلو بس كان تعيق جمهوري الاهلي دايما ايه يا جماعة احنا قابل نكسب بس احنا نفسنا نتمتع بالاهلي احنا عايزين نبسط بالاهلي عايزين نحس ان احنا نلعب كرة حلوة فالراجل قال الهدف الاساسي اللي هو سوارش قال الهدف الاساسي ان احنا نكسب دي ما فيهش نقاش لكن احنا عايزين نبقى افضل من الفرقة اللي بتلعبنا حتى واحنا بنكسب يبقى اداءنا حلو فبرضو ده يعني دليل على ان الراجل فاهم قد ايه عقلية جمهوري النادي الاهلي وتموحه وشغفه الدائم بالفوز بالالقاب والاداء يكون مميز فاكيد حيشتغل على حاجة زي كده طيب هل احنا بننتظر شغل او نتائج للعمل بتاع سوارش مع النادي الاهلي من المباراة النهاردة طبعا لا من المباراة الجاية طبعا لا من الفترة الجاية كلها لا الراجل اكيد حيخد وقته وقال برضو كده في المؤتمر صحف انا كنت مركز معا مباراة في كل كلمة في المؤتمر صحف مباراة قال لك ضغط المطشوات وحنا نعب كل تلت اتياب مطش ده حيمنعنا من التطور سريع بالنسبة للعبين هناخد وقت شوية ده طبيعي وكلام منطقي جدا اذا المطلوب بعد تصرحات مباشرة وفي نفس الوقت مش بقولك ان المدارد ده حينجا هيكسر الدنيا مش بقولك المدارد ده حيفشل هي بتبقى فيه انتباعات اولية كده وبيبقى فيه مؤشرات اولية واجابية هي مباراة حكاية كده لكن ده المقياس لنجاحه او فشله وطبعا لا نتمنى له يا ربي التوفيق ممكن يكون موفق وممكن ما يكون شو موفق لكن النقطة الاهم دلوقتي ايه المطلوب ايه المطلوب لاني خلي بالك وخلي بالك من النقطة دي كويس قوي انتو عارفين بعض البرامج بعض البرامج القليلة دلوقتي اللي بتعمل ايه تبتدي كده تقولك ايه ده مدرب الاهلي جديد يالله امسك قطع فيه وهو ما لعبش الراجل ما عملش غير مؤتمر صحفي الراجل بقى طويلة اربع تيام في مصر ها قطع فيه ايه عمل مبالغة دي انت بتبوصي التشيرتي ليه ايه عمل اللي انت اللي بتقوله في المؤتمر الصحفي ده واشعاد تطلع عليه وكلام غريبي يتقال عنه ومهاجمة وتقطيع فيه لا بقى لا بقى ده هي حرب معمولة على اي مدير فاني يجي لنادي الاهلي زي ما كان بيحصل مع موسيماني وفي بعض الاحيان الناس بتنجح لكن لازم يكون فيه حقق صد واول حقق صد لاي حد هيحاول يهاجم سوارش قناة الاهلي هتكون حقق الصد الاولاني قناة الاهلي اول حقق صد بمختلف برامجها لاي واحد هيجرح في الراجل او اي واحد هيبقى الهدف الاساسي عنده انه هو يوقع المدير الفاني ويحاول يفشله قبل ما يبتدي ما بقولكش ما تنتقدش انتقد بشكل فاني وبشكل مهني ما فيش اي مشكلة لما تبقى تشوف شغله في المرعة انتقد براحتك ما عنديش اي مشكلة ما فيش حد فوق النقد خالص لكن من غير ما تشوف شغله ومن غير اي حاجة والراجل لسه قال كلمتين بس في المؤتمر الصحفي وبس اللوجو بتاع النادي الاهلي وكلام من ده وانت طالع تقطع فيه وطالع تتكلم عنه والاهلي جاب مدير فاني بس في ضعيفه مش عافية فيه ناس لازم تمشي عكس الطيار عشان الجمهور ياخد بالها منهم يعني الجمهور ياخد باله منهم فده مش هيكون مقبول ومش هليسمح به وكل الدعم للمدرب ونتمنى له يا رب كل التوفيق والناس لما جات تتعاقد مع سوارش المسؤولين في النادي الاهلي ما تعاقدوش كده بالصدفة أو بالشكل عشوائي الناس ركزت قوي وضككت جدا 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 في كل تفصيلها بتتعلق بالراجل والاهلي تعاقد مع شخصية واسلوب لعب ركز في الكلمتين دول الاهلي تعاقد مع شخصية واسلوب لعب وبعد دراسها وفية فدور جمهور النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية هو المسندة والدعم لكل عناصر الفرق وكل عناصر النادي والمنظومة كلها عشان ان شاء الله النتائج تكون إجابية من سنين السلسلة المحلية من خلال بطولتين كاس مصر وبطول الدوري وان شاء الله متفقلين بكده ونتمنى لهم كل تفقيق رغم صعوبة المنافسة بالطبع عندي كلام برضو عن المنافسة في بطولة الدوري بس خلالي نروح لفاصل الأول بعد الفاصل نرجع نكمل استنونا تاني حاولها وعيدها وأكدها أي تهكم أو أي أمش تهديد بس دي حاجة هتكون غير مقبولة أو أي هجوم بأهداف محددة ضد المدير الفني والجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي وضد لعاب النادي الأهلي الحائط الصد الأولاني جمهوري الأهلي طبعا وقناته وأي حد بينتمل لنادي الأهلي لازم يكون فيه رد على أي حاجة بتستهدف الأهلي فنيا فمش هنسكت عنها الأهلي عنده تلات بطولات مهمة جدا بطولتين كاس مصر وبطولة الدوري بمناسبة بطولة الدوري أنا بشوف أن الأهلي إدى فرصة من وجهة نظر يعني إدى فرصة للزمالج وفوقه الأهلي فوق الزمالج بعد التعادل في المباراة بتاعت 2-2 الأهلي كمان خلى الفرصة كبيرة أو تكاد تكون متساوية مع الأهلي بالنسبة للزمالج في المنافسة على طولة الدوري وكمان بيراميت زي ما ننساهوش فالمنافسة بقت صعبة فالمرحلة الجاية عايزة الجمهور وعايزة التركيز مع الفرق فإن شاء الله الأهلي يكون موفق يعني عايزين نطمن بشكل أكبر على فرقتنا نروح سريعا لزمالنا العزيز فاروق صلاح مراس القناة النادي من مقر إقامة الأهلي أو فندق الإقامة الخاص بالفريق قبل مباراة اليوم الساعة 9 أمام بيتروجيت في نوص نهاية كاس مصر القديم يا فاروق كل التحية لك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ومتابع برنامج التريند في كل مكان أهلا بك يا فاروق طب مننا على آخر الاستعدادات والترتيبات بخصوص الفرق قبل ما تشجل يعني خلينا أقول لك أمير طبعا مباراة الأولى طبعا لمستر ريكاردو السواريش المدير الفني وجهازه المعاون طبعا هذه المباراة موجهة الأهلي وفريق بترجيت في الدور نصف النهاية لكأس مصر البطولة النسخة القديمة أو الكأس القديم اللفظ طبعا المعتاد تقدر تقول يا أمير يعني عايزين نقف عند محطات كتير المستر ريكاردو السواريش وجهازه المعاون يعني قبل ما أدخل معك على الكواليس اليوم النهاردة خلينا نتكلم على الكواليس في آخر 48 ساعة يعني كان من المفترض يا أمير أن بالأمس طبعا زمان الجميع تابع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني للنادي الأهلي في سلوك وأمر متبع داخل النادي الأهلي بيدل طبعا على قيمة النادي الأهلي والمنظومة التي تدور داخل النادي الأهلي الأمر يعني اللقص تحسين طبعا المدير الفني وجهازه المعاون وعارف هو يعني إيمة النادي الأهلي وعارف يعني إيمة جماهيره وأنا معك جدا يا أمير طبعا من جمهور النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي هي هتكون حق صد أول طبعا للجاز الفني وللعابين طبعا لكافة الأمور اللي بتثار لو فيه تهاكم أو طبعا نقد للجاز الفني فيه ضعيف ومسؤولين في النادي الأهلي اللي بيعملوا ده وجابه مدرب تعبان هو الراجل اللي حق يا جماعة تشوفوه حتى فحاجة غريبة لازم يكون فيه رد على كل الأمور اللي زي دي ما نقفش عنها ولازم يكون فيه حماية للراجل وجاز الفني عشان يعرفه يشتغلوا بإذن الله رغم أنه هو الراجل نفسه عارف الضغوط اللي هتبع عليه والهجوم اللي هتبع عليه بس ده دورنا برضو هنقوم بي طبعا بالضبط يا أمير ولا متفق معك تماما لكن أنا عايز أن أقول لك نقطة مهمة جدا يا أمير في هذا الصياق برضو يعني أنا عايز أقول لك أن مستر ريكاردو سوارش كان من المفترض أنه يتولى القيادة الفنية أو يكون أول مرة لي كان المران أمس اللي عاقب المؤتمر الصحفي ولكن أنه سبق لهذا الأمر وتولى القيادة المران اللي كان أول أمس يوم الخميس وأنا كنت موجود في أرض الملعب يا أمير وشوفت يعني الجهاز الفني والراجل بنافسه أمير وقف أعاد تخطيط الملعب عمل أمور كتير جدا الناس دي يا أمير والجهاز اللي معاه هقول لك تفاصيل ممكن الجماهير هتسمعها لأول مرة الراجل خطت الملعب من أول وجديد قسم الملعب لأكثر من أربع أجزاء عمل أمور كتير جدا فنية بنفسه يا أمير يعني أنا عايز أقول لك هو بيشتغل بنفسه بيوزع الأمور بنفسه بيوزع الوحدات التدريبية بنفسه الجهاز المعاون أنا عايز أقول لك أمير بالمناسبة رؤول فاريا مطور الأداء أنا عايز أقف عنده رؤول فاريا هو عامل بروفايل أو مجاهز بروفايل خاص بكل لعبت النادل آلي خلال الأربع أو الخمس مطشوات اللي اتفرج عليهم مستر ريكاردو سواريش مجاهز إيجابيات وسلبيات كل نعب مميزات كل نعب الأمور اللي محتاجة تطوير الأمور اللي محتاجة معالجة ده بالمناسبة هو مطور الأداء وعايز أقف عندها كتير طبعاً أمير أقول لك الجميع عايشوف خلال الفترة القادمة منصب جديد داخل الجهاز الفان نادل آلي مطور الأداء الأمور اللي احنا شفناها في التدريب لا الجهاز جاي يشتغل أمير عارف قيمة النادل آلي كويس قوي عارف يعني النادل آلي الصورة المنقلاله على النادل آلي الشغف اللي عنده أنه هو عايز حق بطولات مع النادل آلي عارف قوة جمهور النادل آلي دي أمور أنا شفتها وكلنا شفناها في تدريب النادل آلي واقف مع اللاعبين عارف كل لاعب باني يعني وقفت يعني شفته في لحظات وقفتكلم مع أفشة بعض الملاحظات ألاله طبعاً على مباراة الآلي وسموحة أيضاً مخطط الأحمال ومحل الأداء لويس بيدرو لويس بريرا وبيدرو وقفوا مع طاير محمد طاير مع سين الشحات إذن هو عارف اللعيبة هو أمي أمير في نقطة مهمة برضو يعني من خلالك بنقولها أن ريكاردو سواريش منذ بداية الكلام والحديث معه على طول القيادة الفنية للنادل آلي هو سريعاً قبل ما يتم الموافقة سواء من النادل آلي أو منه هو درس النادل آلي وجمع كل التفاصيل على النادل آلي اسم النادل آلي كبير أمير اسم النادل آلي كبير قوي فيعني الراجل من بدري بدأ أنه هو يجاهز كل الأمور جاهز بروفايلات لكل لعب أمور كلها فنية فإن شاء الله يا أمير بقولك إن شاء الله إحنا متفقلين بالجهاز الفني نهاردة طبعاً أمير إحنا موجودين في مقر إقامة الفريق الروح اللي إحنا شايفينها من الجهاز الفني وعايز أتكلم على لعبة النادل آلي والكابتن سامي والكابتن سيد تحس إن الجهاز خلاص هو أكينه بقاله سنين مع الجهاز الفني مع اللعبين الروح اللي دايماً بتبقى مميزة جداً للنادل آلي اللعبين واستقبالهم للجهاز الفني الكابتن سامي والكابتن سيد ودورهم مهم جداً طبعاً في نقل الصورة والمصدقية طبعاً ودي أمور مهمة جداً بتدل على قيمة مكانة النادل آلي ريكاردو سواريش طبعاً هو يقود النادل آلي فنياً تبقى الأمور كتير جداً يا أمير أقول لك أنه ممكن هو ما يقدش إلى أن أريد مباراة تشكيل لأنه لم يقد المباراة وتشكيل بالنسبة كبيرة جداً يا أمير مستر ريكاردو سواريش هو اللي يتحat التشكيل للأمور دي الخاصة الفنية أقولك بقى كواليس اليوم النهاردة يا أمير الحوضة الفريق يا أمير النهاردة كانت واجبة الافطار كان في تمام الساعة 11 صباحا ثم واجبة الغداء في تمام الساعة الثلاثة عقب واجبة الغداء طبعا كان فيه جلسات ما بين اللاعبين حراس المرمى شناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير مع إدواردو لوبو مدرب الحراس المرمى خلاص كل فرض داخل الجهاز الفني عارف دوره وعارف المسئولية الملقاة على عطيقه أحاديث جانبها طبعا ما بين الجهاز الطبي الميستر ريكاردو سواريش بيتابع طبعا مع مخطط الأحمال أمير بيدرو جيماريش بكل الأمور الخاصة بالنواحة الفيسيولوجية باللعبين مع التنسية طبعا مع الدكتور أحمد أبو عبلا أمور كتير جدا في الالتزام في التدريب الالتزام فيما بعد التدريب حضور اللعيبة قبل موعد التدريب كلها أمور الرجل ده أمير بقول لك بصراحة الجهاز ده جاي يشتغل الجهاز ده جاي يعني عايز يتبلي نفسه تاريخ مع النادلالي نتمنى إن شاء الله أن الأمور دي كلها تنعكس على أرض الملعب وإن شاء الله يفتح صفحة كبيرة جدا مع النادلالي النهاردة أمير طبعا المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو تكون في تمام الساعة السادسة والنصف ثم التحرك إلى ملعب المباراة ملعب استاد القيارة اللي ستضيف اللقاء في الساعة التاسعة بإذن الله تكون مباراة مهمة ومميزة الفريق ندلالي النهاردة بإذن الله أمير إن شاء الله بإذن الله فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا زمينا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي بمقر إقامة الفريق قبل مباراة اليوم قدام بيترو جيت طب منا بشكل كبير جدا على الفرقة وعلى يعني ما قبل المباراة الأولى لسوارش المدير الفني الجديد إن شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق هروح للفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نكمل في السنوات مرحلة اللي جاية مرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للنادي الأهلي محتاجة إيه؟ محتاجة تركيز من اللعبين وعدم تهاون دي رسالة واضحة جدا جدا للعبة النادي الأهلي الرجال اللي بتوعنا اللي أكيد عملوا مواسم كتير كويسة وجوا بطولات كتير جدا لكن الفرص المهضرة الفترة اللي فاتت هتأثر على المنافسة في بطولة الدوري وممكن تخسرنا بطولتين كاس مصر وممكن تضيع مننا الموسم كله من غير ولا بطولة ده أمر حيبقى صعب قوي على جمهور النادي الأهلي فالرسالة الأولى الواضحة للعبة النادي الأهلي هو التركيز وعدم التهاون في أي مباراة من المباريات لأنه مهم قوي إن احنا نكسب أي مطش خلاص فيش زار تمام؟ أدي أول رسالة تاني رسالة وهي الجمهور النادي الأهلي الفترة اللي حالية محتاجة تكاتف حقيقي وراء الفرقة تكاتف حقيقي وراء الفرقة ليه بقى؟ عندك النهاردة بترجدت حل؟ ماتش في الكاس بإذن ربنا يكرمك تلقابل الزمالك إيه؟ يوم واحد وعشرين بس قبل ماتش الزمالك هيكون عندك مين؟ عندك الجونة يوم خمسة سبعة وبعد كده عندك فيوتشر يوم اتناشر سبعة خلي بالك ماتش فيوتشر طبعا صعب جدا ماتش فيوتشر فرقة قيلة بيراميدز فرقة قيلة برضو يوم ستتاشر سبعة ومفروض لو لا قدر الله خسرت النهاردة هتقابل إسماعيل يوم عشرين سبعة شايفين الماتشات؟ لو كسبت هتتأجل مباراة إسماعيل عشاني عندك واحد وعشرين ماتش الزمالك فأنت ممكن جدا يكون عندك الجونة في فيوتشر في بيراميدز في الزمالك والربعة ماتشات كلها حاسمة في كاس مصر هو بسهولة الدور فنفيش الظهر يا جماعة ونفيش تهون ولازم يكون فيه تكاتف من جماهير النادي الأهلي بخلاف واقع المباريات القوية هنفكر حالكم بقيمة الأهلي ماتش النهاردة في حراسة المرمة محمد الشناء وعلي لطفي ومصطفى شبير بيرجع علي لطفي للقايمة بعد شفاءه التام من الإصابة خط الدفاع رامي ربيع محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم كريم فؤاد محمد هاني علي معلول عيمن أشرف نص الملعب أليو ديانج عمر السلية حمدي فاتحي زياد طاهر محمد طاهر المتقلق بصراحة ومحمد مجدي أفشا وليد سلمان وحسين الشحات وفي الهجوم صلاح محسن حسام حسن محمد شريف دي قيمة النادي الأهلي بنسبة لطاقم الحكام لمباراة اليوم حكم ساحة محمود ناجي حكم مساعد هاني عبد الفتاح حكم مساعد تاني أحمد التلاوي حكم رابع عاطف حسين حكم فيديو طريق مجدي حكم فيديو مساعد شريف عبد الله نتمنى لهم التوفيق يا رب بإذن الله طيب خلينا نروح لترند الأهلي ونشوف أهم الأخبار اكتبت على النادي النهاردة قبل مطش اليوم بتحديد من خلال الحسابات الرسمية المختلفة ومتدي بحساب يلا كورا على تويتر واللي بيقول التشكيل المتوقع للأهلي بمباراة اليوم محمد الشدناو في حوصة المرمى ياسر باهيم محمد عبد المنعي ربما يعود كمدافع في المطش النهاردة ومحمد هاني باكرايت اللي عمل مطش كويس برضو مطش اسموحه وعلي معلول اللي محتاجين وان شاء الله يرجع للمستوى وهيرجع متأكد من كده في نص الملعب عمر سلية وقاليو ديانج قدامهم طار محمد طار وحسين الشحات وقفشة وفي الهجوم محمد شريف نروح لليوم السابع واللي بيتكلموا عن غياب 11 لاعب عن الأهلي أمام بسجت في الكأس اللاي من 11 لاعب اللي بيغيبه عندك أكرم توفيق إصابة طويلة عمر حمد إصابة طويلة بيرسي تاوليس قدامه 3 أسابيع ميكي سوني قدامه 10 تيام أحمد عبدالقادر خلاص على وشك العودة أحمد نبيل كوكا مش موجود ومحمود وحيد كمان مش موجود للإصابات حمز علاء ومحمد محمود ومتولي وبدر بنون لوجهة نظر فنية فغيابات عديدة عن صفوف النادي الأهلي في منها غيابات طبيعية جاهزة في القائمة وفي غيابات بتتعلق بالإصابات المختلفة طيب خلينا كمان نروح لخبر آخر اللي بيتعلق بحساب كورة 11 واللي بيقول لديه الكثير من العمل في قلعة التيتش ريكاردو سوارس يحدد بالأسماء مصير 20 لاعب من تيور الأهلي المهاجرين داخلينا وخارجين من أجل إعادة هيكلة الفريق فيه جزئة بس وتعليق عايزة أقوله على موضوع إعادة هيكلة عمر من الأهلي هيعمل إعادة هيكلة للفرقة يعني أنت تستغنى عن عدد كبير جدا من اللاعبين وتتعاقد مع عدد كبير جدا من اللاعبين ده مش هيحصل هتستغنى عن البعض بس مش كتير البعض قليل وهتتعاقد مع البعض اللي هيكون إضافة في بعض المراكز اللي انت محتاج فيها إضافات بس لكن الأهلي محافظ على قوامه الأساسي لأن فرق كبير قوي ما بين إعادة هيكلة أن انت حتشاغل بالدنيا خالص وما بين أن انت تدعم في الأماكن انت محتاجها والعناصر للنقصاق عشان تبقى الفرقة أقوى وأقوى الموسم الجديد وده بإذن الله تعالى حيحصل طب منه من ناحية إيه تماما يعني فهم هنا بيقولك إيه وفيه إعارات طبعا كتير الست اللاعبين في فيوتشر سعد سميرو كريم ندفد وفارس طارق ومصطفى البدري وعربي بدر وعبد الرحمن مانو كريم ندفد لسه ده موسم كمان إعاراته مش هتنتهي معنى هذا الموسم من الأهلي لما رجع عبد المنعم يدد إعارات ندفد لك سنة إضافية فبقى إعارته سنتين فأكيد حيتم حسم الموقف بتاع السوداسي ده أو الخماسي بالتحديد ثلاث لعابين في سموح أحمد روضان بيكا محمد شقري وفاهد جمع الرجال حيحدد إزاي من خلال مطبيعاته ومن خلال بعض التقارير اللي حتتقدم له من لجنة التخطيط وأيضا من كابتن سامي أمصان ده طبيعي وأعار الأهلي كل من أحمد السادة وليد مصطفى إلى المحلة وشادي رضوان إلى البنك الأهلي ويتواجد ثمان لعابين في صفور الأهلي المعارة لأنديت أوروبا عقب التخلص من المهاجم مش التخلص يعني عقب البيع المهاجم أليو باجي إلى نادي أميان الفرنسي بيع نهاية طب من اللعابة المحترفة في أوروبا كهرباء خلاص أعارته خلصته موجود بس لسه مش هشغل في بداية الموسم أحمد ياسر ريان برضو عارته خلصت ومصطفى فوزي ده من النشئين في زيسكو في التشيكي هو أحمد بيسو ومحمد حسام دول من قطاع النشئين دول موجودين في هذا الفريق التشيكي محمد مغربي مع لاعب أو مدافع تيبلتسا التشيكي ومع محمد ياسر برضو في نفس الفريق بخلاف والتر بواليا في السلية القطر أكيد حيكون في تقرير عن هؤلاء اللعبين ويتم تحديد موقفهم لاحقا مع اقتراب نهاية هذا الموسم هروح لفاصل سريع بعدين كمل تستنون يلا طيب تعالوا نروح للتريند العالمي سريعا ونشوف أهم وأبرز الأمور كله طبعا بيتعلق بصلاح وردود الأفعال عقب تجديد صلاح لعقده مع ليفر بول نلتدي بحساب برجل باندايك المدافع الكبير لليفر بول على تويتر ونشر فيديو يدل على فرحاته بتجديد محمد صلاح مع ليفر بول كمان أدريان حارس مرمى ليفر بول على تويتر واللي قال باقي حراس الدول الإنجليزي لا يحبونها ذلك في الإشارة يعني تجديد صلاح عقده مع الريد قال لكن نحن نحبه صلاح باقي كمان من ضمن التعليقات جامي كاريجيش طبعا أستورست ليفر بول السابقة ومدافع ليفر بول الأسبق صخر من زميله في تحليل المباريات في شبكة سكاي سبورت الإنجليزية مدافع منشستر يناتد السابق جاري نيفل على تويتر وقال كاريجيش لنيفل ساخرا فقط من أجلج وإكتابة سكاريجيش تجريدة لصحفي تجريدة للماركي قام بعمل منتاج على فيديو وقال إن صلاح التجديد بوضع حديث صابق لنيفل قال فيه أعتقد أن صلاح سيرحل أضمن لكم ذلك وأشعر بالأمر وأستطيع شام لكن في الأخير صلاح جدد تعقد وهذه أهم وأبرز الأمور التي تتعلق بالجانب العالمي وإحنا العالمي بتاعنا محمد صاحب للمتاج ربكم يتوافق توقعات حضراتكم لتشكيل النهاردة وأيضا النتيجة نبتدي بخلود رمضان الشناوي علولو عبد المنع مياسر هاني سولايا ديانج أو حمدي طهر أفشح حسين شريف ناخد كمان علي الخميسي آل أربعة واحد للأهل بإذن الله ناخد كمان محمد مصطفى الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم ربيع محمد هاني آليو ديانج الحمدي فاتحي طهر محمد طهر أفشح صلاح محسن محمد شريف إن شاء الله يكون التوفيق لنا رب بإذن الله جمال الحداد قال محمد الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم أيمن أشرف محمد هاني حمدي فاتحي ديانج طهر أفشح شحات محمد شريف آين كانت تشكيل إن شاء الله لهم يا رب كل التوفيق وتكون يعني بداية جيدة لمدير الفاني الجديد سوارش في مهمته الصعبة أكيد مع النادي الأهلي كامل الدعم والمساندة وإن شاء الله يكون موفق دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند بكرة حلقة جديدة وأخبار جديدة على الأهلي هنتطرق لها بكل التأكيد وهنعلق كمان عن موبرات اليوم إن شاء الله الأهلي يكون فاز بها أو فيها على بترجات عشان يقابل الزمالك فيه نهائي كأس مثريوم 21 سبعة إن شاء الله نتمنى التوفيق النادي الأهلي استنونا بكرة في حلقة جديدة إن شاء الله إلى اللقاء